إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه كنا في حلقة سابقة تكلمنا عن صراعات أهل الأديان صراعات الناس المختلفين في الاعتقادات وقلنا الله سبحانه وتعالى يقول الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه مختلفين في الدنيا يصعب حل هذه الإشكاليات لكن عند الله سبحانه وتعالى سيتبين من المصيب ومن المخطئ في هذه الحلقة سنتكلم عن أهمية دور العبادة في قول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم مساجد الله المناطق المخصصة للعبادة التي خصصها أهل الأديان لعباداتهم لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم في آية أخرى ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله هذه كلها ليست مساجد المسلمين إنما مساجد العباد في مختلف الديانات هذه المساجد لها حرمتها لها انصح التعبير مكانتها رغم اختلاف الأديان لكن يجب أن تصان تصان من الامتهان تصان من الهدم لا يمنع الناس الذين يزورونها من زيارتها هذا المعنى الكبير جدا اللي هو تحرير دور العبادة من أوهام الناس إن الله سبحانه وتعالى يريد الناس كلهم أن يكونوا نسخا مكررة من بعضهم لا في الحياة الدنيا الناس سيختلفون ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم هذا الاختلاف بين أهل الأديان هذا التنوع في الديانات والكذا إلى آخره صحيح هناك جدل وهناك حوارات وهناك دعوة كل دين يدعو الناس إلى جانبه لكن يجب أن تكون هنا قواعد من هذه القواعد الكبرى حفظ دور العبادة وعدم منع الناس منها ولذلك القرآن الكريم لم يستثني دارا من دور العبادة وضعها كلها باعتبارها محط الحماية ومحط العناية واعتبر أن الاعتداء على مساجد الله سلوك مرفوض ومنع الناس من دخول مساجد الله سلوك مرفوض يترى هذه القضية الكبيرة جدا التي هي متعلقة بتحرير المكان تحرير مكان العبادة من أوهام الإنسان أن الإنسان يريد باستمرار أن يفرض دينه على الآخرين يفرض معتقداته على الآخرين ولو بالقوة هذا السلوك في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يقطع الطريق على مثل هذا التفكير وعلى مثل هذا التصور وبالتالي يحرر المكان للإنسان الذي اختار أن يعبد الله سبحانه وتعالى أن يعبده ويتصل به ولذلك في الحروب سنجد وصايا الخلفاء الراشدين ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم أن دور العبادة لا تمس العباد في صوامعهم في بيعهم في كذا إلى آخر يتركون على ما هم عليه مع تقرير الدين أن هذه العبادات ليست لله وحده وأن هناك شرك بالله عز وجل ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين بأن يحافظوا على هذه الدور وعلى هؤلاء العباد أن يقوموا بما يقومون به بالكيفية التي يرتضونها لأنفسهم الأمر الآخر الذي خطير في هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله خلينا نتكلم نحن كنا نتكلم عن تحرير المكان خلينا نتكلم أيضا عن تحرير مفهوم الجهة الناس في الصراع الذي كان دائر بين المؤمنين لما جات عملية تغيير القبلة الناس متجهة إلى بيت المقدس وجاء الأمر بالاتجاه إلى مكة الناس في أوهامها أن الله سبحانه وتعالى لن يتقبل عبادة أحد إلا إذا اتجه في اتجاه بيت المقدس الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآيات كل الجهات لله عز وجل وإنما اتجه الناس فصلواتهم ودعاهم يصل إلى الله عز وجل فإذا تغيرت القبلة لن يتغير الله سبحانه وتعالى ولن يتغير قبول الدعاء ولا الصلوات وبالتالي يتم تحرير الإنسان من وهم الجهة الموضوع الذي أيضا مهم جدا في هذا في هذا السياق يقول الله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون العرب دعت أن الملائكة بنات الله وأهل الكتاب النصارى قالوا أن المسيح بن الله وربما طائفة من اليهود قالت عزير بن الله نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى سواء كانت عند العرب بنسبة الملائكة أنهم بنات الله أو عند النصارى في دعوة أن عيسى بن الله أو عند بعض اليهود أن عزير بن الله هذه القضايا التي هي شرك الإنسان بالله سبحانه وتعالى أراد القرآن هنا أن يحرر المفهوم تماما فإذا تحرر مفهوم المكان وتحرر مفهوم الجهة التي نتجه لها يجب أن يتحرر مفهوم العبودية لله عز وجل فالله سبحانه وتعالى واحد والباقي هم من خلقه فهذا التحرير الثالث الكبير جدا تحرير العبادة لله وحده من أوهام العرب و أوهام النصارى و أوهام اليهود هذه الأوهام المتصلة بالشرك بالله عز وجل بقي مشكلة كبيرة جدا عند الإنسان متعلقة بعقله الإنسان باستمرار يطلب المعجزة و قال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم الناس تريد شيء حسي مادي لماذا يكلم الله الرسل ولا يكلمنا إحنا عموما و لماذا يرى بعض الناس المعجزة ولا نرى نحن المعجزة نسمع عنها نحن نريد كلنا نتساوي كلنا ينفتح الله علينا و يكلمنا مباشرة و المعجزة نراها جميعا فنخضع لها وهم الإنسان أنه في هذه الحالات سيؤمن مشكلة كبيرة جدا لأن الأمم الأخرى رأت المعجزات ثم كفرت الإنسان يأتي في وهمه أن هذا نوع من السحر نوع من الإيهام و إذا رأاها جيل لم يراها جيل آخر و إذا قامت و مستمرة عبر الأجيال انتفت قضية الاختيار عند الإنسان الله سبحانه وتعالى يريد يحرر عقل الإنسان يتركه لعقله لمنطقه لتصوراته يرشده و يتركه و يتركه هو الذي يقرر و هو الذي يختار عملية تحرير عقل الإنسان من مطلبه الحس المادي بأن يرى بعينه و لا يشغل عقله الإنسان يقول لك خليني أشوف مباشرة و لا تقول لي شغل عقلك لا تقول لي فكر اليوم كثير من الناس إذا قلت لفكر يزعل جدا يقول لك هات من الآخر أنت ليش تريدني أنا أفكر ليش تريدني أتعب الدماغي طيب الله سبحانه وتعالى له إرادة في خلق هذا العقل يعني لو ظل الإنسان لا يشغل عقله و كانت العقول كلها جديدة للبشرية لم تتحرك أنصح التعبير مترا للأمام البشرية الآن تقطع أميال و أميال و أميال و أميال عبر التفكر لكن هذا التفكر يحتاج تحرير الإنسان من الأوهام تحريره من قضية التفكير الأحادي و التصورات القاصرة أنه يعيش في الكون وحيدا لا هو يعيش مع بشر آخرين و البشر الآخرين هؤلاء عندهم آراء و عندهم معتقدات و عندهم تصورات و بالتالي الإنسان المسلم عندما يرى هذا التنوع اللي في الكون يعلم أن الله سبحانه وتعالى أراده أن يكون متنوعا يعني هذا الاختلاف في الألسن الاختلاف في الاتجاهات و الاختلافات في العقول هو جزء من آيات الله سبحانه وتعالى نفية و إنهاء و محاولة تنميط الناس أن يكونوا مصطرة متساوية مثل بعضهم البعض يخالف سنن الله سبحانه وتعالى في الكون هذه الأوهام المتراكمة في عقل الإنسان هذه التصورات المشوهة في عقل الإنسان التي يحملها عن الكون يحملها على العلاقة مع الآخر في محاولة قسر الآخر و إكراه الآخر و تصور أنه يجب أن يفرض إرادة على عقل الآخر في هذه الآيات تحرير كامل للإنسان من أوهامه و تصوراته و إلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر